هرتقت النار المطهر البرهين اللاهوتية المناهضة لوجود نار متهيرة النعيذات القديس ماركوس إيفيانيكوس عن موضوع نار المطهر غنية جداً ومن الطبعي أن يكون تقديمها في هذا التحليل الموجز لتعليمه أمراً صعباً إذ أننا سنحتاج لاختصارها وتجدئتها ولكن على الرغم من صعوبة تقديم التعليم الكامل للقديس ماركوس فنحن نحاول ألا نشوه بل أن نفحص أراءه العامة التي تخص الموضوع الذي نتناوله الآن في نهاية عيذاته الأولى وضع القديس ماركوس كاستنتاج الأسباب التي تجعل وجود نار مطهرة أمراً مستحيلاً كما يفهمها اللاتين على أنها نار مخلوقة ومؤقتة وتتوسط بين الموت والمجيء الثاني للمسيح وهذه الأسباب هي كالتالي أولاً طالما أن الاشتياق لله أي هذا الحب ذاته يطهر الناس ويجعلهم مشابهين لله فلماذا لا يمكن أن يحدث نفس الشيء أيضاً بعد الموت ألا يستطيع هذا الحب أن يطهرهم من الأثام الصغيرة دون الحاجة لمثل هذه النار المطهرة ثانياً يتعلق الأمر بصلاح الله وليس بفحص أعمال الخير الصغيرة أو معاقبة الخطايا الصغيرة ولكن الخير الصغير الموجود وسط شرور عظيمة لا يكافأ كما أنه ليس من الضروري أن الشر القليل الذي فعله أولئك الذين حققوا أشياء عظيمة يأتي إلى الدينونة هذا هو السبب الذي ينفي الحاجة لوجود نار مطهرة ثالثاً لا يمكن أن يكافأ الخير القليل الموجود في الخطأ ولكنه يغير من شكل عقابهم وهذا بعينه ما يحدث مع القديسين فالشر القليل الموجود فيهم لا يجلب لهم العقاب ولكنه يؤثر على نعيمهم وبالتالي طالما أنه هناك تأثير على نعيم الأبرار وتغيير في عقاب الخطأ فما الحاجة إذن لوجود نار مطهرة؟ رابعاً كنتيجة للنقاط السابقة تحدث رؤية الله لكل الناس بالتساوي ولكن تعتمد هذه الرؤية على الفرق بين تطهيراتهم وعمقها بالتالي فأن الذين يكون تطهيرهم غير كامل لا يحتاجون لنار مطهرة خامساً يعلن القديس جريغوريوس اللاهوتي في عيذة عيد القيامة بطريقة واضحة ومعبرة أنه لا وجود لتطهير بعد هذا الليل بمعنى أنه لا تطهير بعد هذه الحياة التي توصف بأنها ليل سادساً يقول القديس جريغوريوس في عيذته أن الأفضل بالنسبة لنا أن نطهر أنفسنا هنا لألا نرسل لعذاب جهنم لأن هذا هو وقت العذاب وليس وقت التطهير يبدو إذن بوضوح أنه لا تطهير بعد رحيل الروح من الجسد ولكن فقط جهنم أبدي سابعاً في مثل الغني والعازر لم يذكر المسيح مكاناً مؤقتاً بين الفردوس والجحيم ولكن هو عميق لا يمكن عبورها بينهما تمثل تضاد مباشر وحاد ثامناً من المستحيل تعاقب الروح غير المادية والعديمة الجسد بطريقة مادية أي بنار هذه النار الأبدية ستوجد بعد المجيء الثاني للمسيح وبعد قيامة الجسد غير الفاني تاسعاً لم يكن الجحيم الذي نزلت إليه أرواح قديسي العهد القديم في صورة نار ولكنه كان في صورة أسر وسجن وبنفس الطريقة ستكون أرواح الذين أخطأوا خطايا متوسطة في نفس هذا النوع من الجحيم بعد الموت بمعنى أن أولئك الذين أخطأوا قليلاً سوف يعيشون في سجن حتى المجيء الثاني للمسيح وهم منتظرون الدينون الأخيرة حين يبدأ جهنم هذا هو السبب الذي ينفي الحاجة لنار مطهرة عاشراً أن الأباء القديسين الذين عاشوا حياة ملائكية على الأرض ورأوا رؤى وأحلاماً بخصوص العذاب الأبدية للخطأ والملحدين مثل ما هو موصوف في مثل الغني والعازر لم يحكوا أبداً عن وجود نار مؤقتة مطهرة حادي عشر يجب شجب عقيدة نار المطهر لأنها تقود الناس لأن يكونوا غير مبالين وغير مجاهدين في الحياة الحاضرة لكي يتطهروا منتظرين تطهيراً مستقبلياً تماماً مثل ما شجبت عقيدة استعادة كل الأشياء لأنها لها نفس التأثير لقد وضع القديس ماركوس نفس البرهين أيضاً في قياساتها المنطقية عن عدم وجود نار مطهرة شارحاً لماذا لا نستطيع قبول وجود مثل هذه النار المؤقتة والمخلوقة تتركذ براهين القديس في هذه القياسات على ثلاثة نقاط فقط الأولى أن كل الكتاب المقدس وتقليد الكنيسة يعلمان بوجود فرق في رؤية الله بحسب درجة تطهير الشخص في هذه الحياة فالذي تطهر أكثر يرى مجد الله بصورة أكثر كمالاً فدرجة رؤية الله تتناسب مع درجة التطهير وحتى شخص قليل الخطايا يستطيع هو أيضاً أن يرى الله دون أي احتياج لنار مطهرة لأن محبة الله لبني البشر كافية ولكنه بلا شك يرى الله بدرجة نسبية إلا أن التعليم الخاص بنار المطهر يلغي الاختلافات في التمتع برؤية مجد الله إذ أنه لو مر أشخاص هذه الفئة خلال نار المطهر فستكون نتيجة ذلك أن كل أرواح الأبرار ستكون في نفس الدرجة من رؤية الله أي من النعيم ولكن هذا خطأ لأن المسيح قال أن في ملكوت أبيه منازل كثيرة البرهان الثاني هو أنه من المستحيل أن تتغير إرادة إنسان بأي نار مطهرة بعد رحيله من هذه الحياة فحركة الإرادة والأعمال محصورة فقط في هذه الحياة الحاضرة من الممكن أن تتغير إرادة الإنسان طالما هو موجود في هذه الحياة إلا أنها تبقى بلا حركة بعد الموت وعندئذ يطلق المكافأة أو العقاب عن هذه الأشياء وليس عن دخوله المطهر وحيث أن الإرادة المستقيمة مطلوبة للحصول على النعيم وحيث أن المطهر لا يستطيع تحويل الإرادة من الشر إلى الخير وحيث أن هذا يكون بحسب الطريقة التي عاش بها الشخص في حياته الأرضية لا يستطيع المطهر إذن أن يساهم في أي شيء من جهة النعيم هذا أيضا يعني أن الناس لا يستطيعون التطهر بأي مطهر البرهان الثالث هو أنه كما يوجد درجات في التنعم بملكوت السماوات توجد أيضا درجات للعقاب وكما قلنا من قبل لا يمكن مكافأة الخير القليل الذي للخطأ إلا أنه يستطيع حينئذ أن يحصل على عقاب مختلف وبالتالي حتى الشر القليل الموجود لدى البار لن يدخله جهنم ولكنه سيؤثر على درجة تنعمه من أجل ذلك من غير الممكن أن توجد نار مطهرة كما يدعي اللاتين